نحن نلحظ طبعا أن احنا بنشهد توقيع اتفاقية ربما بتصب في الشق الاقتصادي وبيشرفني طبعا الدكتور فخري الفيا هو خبير اقتصادي كبير ورئيس لجنة الخطة والموزنة في البرلمان مستشار سابق لصندوق النقد الدولي دكتور فخري عايزين نتكلم على اللي احنا بنشوفه دلوقتي على الهوى مباشرة انتاج وتوليد طاقة نظيفة ومشاركة الطاقة المتجددة لمدة 25 سنة اتفاقيات طويلة الأمد صحيح طبعا أنا عاوز أقول التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية متعدد الجوانب سواء كانت عملية الاستثمارات بصفة عامة ويتولد عنها طبعا يبقى فيه انتاج وتبادل تجاري بشيق التاني التبادل التجاري ثم يعني الوداع التي أوضعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركز المصري الاستقرار يعني المساهمة فيه دعم استقرار العملة المصرية مقابل للعملات الأجنبية ده بتعلي كان في وقت الكورونا وكان في وقت سابق على الكورونا بالضبط يا فندم ده تفاصيل كلها نحن نتكلم نهاردة على السثمارات إجمال السثمارات اللي هي يعني حتى الآن إجماليها الأرصيدة التي توصلت إلى 30 مليار دولار ده استثمارات المملكة العربية من أكبر الاستثمارات في مصر ده ده في الداخل المصري 30 مليار 30 مليار طبعا هناك يعني التفاقيات في الطريق في حدود 10 مليار دولار أخرى في مشروعات خلال الفترة القادمة على مدار سنوات خالي ده اللي صرح بيه السيد رئيس الوزراء قال بي نستادف 10 مليار بالضبط خلال الفترة الجاي وهو ده بداية النهاردة لما أتكلم على اللي هو الاستثمار ما بين شركة أكوى باور اللي هي موجودة في مصر وهي في الأصل شركة سعودية لكن لها فرع مقيم في مصر مع حسن علام شركة مصرية في هذه الحالة اللي هو توليد الكهرباء من طاقة الرياح ودي طاقة نظيفة معناها أن الاقتصاد المصري استثمارات خضراء في هذه الحالة وصديقة للبيئة ده مهم جدا ودي مكلفة بالمناسبة مكلفة للغاية وبالتالي في هذه الحالة بنجد أنه يعني النهاردة هيتتكلف كم؟ هتتكلف واحد وتمانية من عشرة مليار دولار ده عملية الربط الكهربائي هل نتكلم بالدولار دلوقتي الربط الكهربائي ما بين المملكة ومملكة ده الرابط ما بين ده جزء من الاستثمارات الربط ما بين الربط الكهربائي ما بين المملكة العربية السعودية أو مصر فيها لكن هذا المشروع اللي هو في خليج السويس اللي هو هيولد يعني ألف ومائة ميجاوات بضاف إلى الطاقة الكهربائية الموجودة في مصر البالغة حتى نتقترب من خمسين جيجاوات أو خمسين ألف ميجاوات فده دي زود الطاقة الكهربائية وده معناها محتاجين ده يفرق معنا إزاي ويفرق إزاي مع المملكة العربية السعودية أنا دلوقتي بنتكلم بمبدأ اللي هو وين وين نحن اللي مستفيدين نعم الربط الكهربائي إزاي ممكن يغير من الوضع أو الصورة العامة هنا بنجد أنه في أوقات الزروة بيجب مصر محتاجة إلى مزيد من الطاقة الكهربائية طبعا عشان النشاط الاقتصادي يعني طبعا دعنا من الإنارة وخلافه لكن النشاط الاقتصادي بيحتاج إلى مزيد من الطاقة في فقط الزروة لدينا يبقى إحنا محتاجين أكتر بس ممكن حد يقول أنت دلوقتي بتصدر طاقة وبيتصدر كهرباء بنصدر ونستورد في نفس التوقيت بالتالي الصافي ما هو أنت في أوقات الزروة مختلفة وبالتالي أنت في فترة الزروة عندك بتستورد من المملكة وقت الزروة عند المملكة بيستورد منك في هذه الحالة بالتالي ده يؤدي إلى مزيد من التوسعات عندي في مصر للنشاط الاقتصادي والصناعة والمصانع كل هذه المساعدة تحتاج إلى طاقة ويا حبازة لو كانت هذه الطاقة طاقة نظيفة اللي شاهدناها دلوقتي هو من الطاقة النظيفة بقدرة 1.11 جيجاوات تضاف إلى ما يقرم من الخمسين جيجاوات طبعا مصر عندها فائد في الطاقة ده مهم جدا الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ويضيف إلى مزيد من الإرادات التي تصب في خزينة مصر من النقد الأجنبي وأيضا في خزينة سواء البنك المركزي أو الموازنة العامة الربط الكهربائي مع السودان الربط الكهربائي بيومهد البيئة دكتور فخري للاستثمار دلوقتي أنت عندك بنية تحتية محترمة وكويسة جدا بتقول للناس أنا عندي إمكانيات كذا وكذا وكذا تقدر حركة تقدر تتفضل وتيجي تعمل مشاريعك عندك أمن عندك استقرار عندك تزليل عقبات من جانب الحكومة فكل ده برضو مرتبط بمعرفة النهاردة بنقول أنه كان الاستقرار الأمني والسياسي هو شرطه مسبق للتنمية المستدامة نضيف إليها هو أنه في هذه الحالة البنية التحتية دي نقطتين مهمين جدا مصر بتتمتع باستقرار أمني وسياسي في هذه الحالة مقارنة بيه يعني الجوار دول الجوار فيها بالنسبة لدول الجوار لكن عاوز أقول كمان بنية أساسية كلفتنا ما يقرأ من سبعة تريليون جنيه مصري خلال السبع سنين اللي فاتوا النهاردة لو حبيت أن أنت تعملها لو كانت قد أجلت لكي تتم في الفترة القادمة كانت ستكلف مصر أضعاف هذه المبالغ ولذلك النهاردة والاقتصاد ممكن ما يتحملش بالضبط بظل الأزمات اللي يعني بتأتي إلينا من الخارج على المستوى العالمي ولذلك النهاردة أنا عندي بنية تحتية ومستمرين فيها بنشوف يعني طبعا الاستمرار فيه مدن اللي يهمني المستثمرين يهموا إيه ما عادتش بقى مسألة العمالة رخيصة في مصر سوق واسع طبعا دي مهمة وضرورة لكن ليست كافية يبقى عمالة رخيصة وسوق واسع ومؤد خام يعني رخيصة نسبيا موقع استراتيجي لا المستثمر والشركات العملاقة العالمية مش مستثمر فرد ده دي شركات عملاقة عالمية متعددة القوميات في هذا تأتي بالدولة التي لديها حاجة مهمة جدا وده الشرط الكافي يقول لك عندك مدن من الجيل الرابع اللي هي مدن زكية ليه لأنه كل اللي هو من سنة تعتمد على التكنولوجي والإنترنت لأنه هيصدر منها عندنا 14 مدينة وطبعا بيتم يعني عندنا أهمها طبعا العاصمة الإدارية الجديدة